اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام وكعدتها في كل بداية شهر او في نهاية كل شهر تقدم ممثلة الامين العام للممتحدة في العراق بلاس خارت تقدم تقريرها الشهري عن وضع العراق هكذا يوجب عملها بالعراق انتو قدم تقرير وهذا التقرير المجلس الامل لكي يروا وضع العراق وين وصل العراق وفي كل شهر نحن لدينا مصيبة كبيرة مع هذه الامرة التي تسمى بلاس خارت اللي كانت وزيرة الدفاع بولندا واخرجت من منصبها وعينت بالأمم المتحدة وجاءت للعراق لتكسب ما تكسبه من اموال العراقيين ملايين الحلوة وتنهي خدمتها اربع سنوات ما ارفش كيت وتعود وهي محملة بارصدة كبيرة في بنوك يعني في ارصدة وخاصة بها في بنوك عديدة من العالم من اموال العراقيين لانها تشارك مشاركة فعلية بهذا الخراب والضيمة الذي يتعرر له العراق استحدث عن بعض النقاط التي تحدثتها في هذا التقرير تحدث عن فسادهم فساد القوى العاملة يعني القوى للتحكم العراق القوى العاملية السياسية وتنتقدهم الخراب يعني لا يمكن علاجه بالفساد والفساد يجب عن علاجه ومع ذلك هي تمتدح الحكومة الحالية وتعتبرها الآن يعني وتدعو العراقين وتدعو حتى مجلس الامن لمساندة هذه وتدعو الأمم المتحدة لمساندة هذه الحكومة لأنها مثل ما تقول يعني تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة واستطعنا احنا تشخيص هذا وتقدم الحوض لعمل الحكومة الحالية في مجال مكافحة الفساد اي فساد انت تعرفين والكل يعرف مثل ما قالها رئيس الزراء سابق في أحد الدول الآسيوية وكان بلد يعاني من الفساد قال قضية الفساد مثل تنظيف السلم لا يمكن تنظيفه من الأسفل تنظيف السلم يبدأ من الأعلى وتنزلي للأسفل وهذا واقع الحال انت تعلمين والكل يعلم وأهل العراق يعلمون ان كل الرؤوس الحاكم العراقية فاسدة يعني هالنور المالكي مفاسد هالرئيس الوزراء نفسه مفاسد هذا السوداني وغيرهم وغيرهم وكل القوى السياسية ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والميليشيات وقادة الأحزاب وكل هؤلاء يعني ولا منوصل العراق إلى هذا المستوى ولا ليش الفساد يبقى العراق بالمرتبة 157 من بين 180 دولة يعني يبقى من بين 25 دولة من بين 25 دولة الأكثر فسادة في العالم ليش؟ إذا كان كل هؤلاء شرفاء وكلهم مفاسدين وهم نفسهم اللي حكموا العراق من عام 2003 لحد لأن نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس القوى طيب من هو الفاسد؟ الشعب فاسد؟ ما أنت تعرفين؟ وأنت تحدثت عن الفساد كثيراً أما أنت تأتين وتحاولين أن تجمي لي وجه هذه الحكومة وتجمي لي وجه هذا النظام هذه السلطة بهذه الطريقة مقبولة ومجل السلام يستمع لك ولا يستمع للعراقيين فيستمع لهذا التقرير ويرى أنه فيه تقرير إيجابي لأنه تقولي لهم نحن مشخصين بشكل ملحوظ خطوات وإن الخطوات يمسكون مدير عام يمسكون موظف صغير موظف سابق وواحد متقاعد وواحد مدروين هارب بالخارج ورؤوس الفساد كلها موجودة وهي التي شكلت الحكم والتي دير الحكم في العراق ولا أحد يتحدث عنها وأنت تعرفينهم وأنت تجسين معهم وتحاورينهم وتجاملينهم وتجرين دورات وياهم وزورين أماكن كثيرة وياهم لا أحد يتحمله الأمم المتحدة شريكة في كل القرابة الذي حصل لكن أن تصل الشراكة إلى هذا المستوى المتدني من محاولة التضليل ومحاولة اللعب على الناس هذه قضية كبيرة تحدث أيضا أن هذه الحكومة العراقية الجديدة تواصل سياستها الخارجية المبنية على الانفتاح على جميع الدول مع جميع الدول تنفيذ سياسة انفتاح وتوازن في علاقات خارجية أي توازن أو أي علاقات خارجية لماذا هي هذه الحكومة مالكة قرارها؟ يعني تعرف هي قرارها الحقيقي وين؟ يعني عندما تقرر هل قرارها هو الأساس؟ من يقرر عنها؟ يعني هي تقرر من الميليشيات تقرر ما أنت تعرفين؟ لا تستطيع أن تقرر في أي شيء الخطاب شكل والتصرف شكل آخر تجامل المحيط العربي وميليشيات تشتم العرب وتحضر طائرات مسيرة وتقصف لما قصفوا السعودية وقصفون وهددون الكويت والبحرين لأن إيران لا ترضى عنهم ما كلهم تابعين لإيران وين السياسات الخارجية؟ يعني هل تتعامل العراق مع إيران مثل ما يتعامل مع الباقي؟ ما أنت تعرفين؟ وهذه النتيجة لحكم الميليشيات لحكم هذه القوة التابعة لإيران فكيف يمكن الحديث عن سياسة خارجية مبنية على التوازن والانفتاح؟ كذبة كبيرة وأنت تعرفين والعالم يعرف وأمريكا تعرف وكل أوروبا تعرف والإقليم يعرف أنه لو لا السياسة الأمريكية لو لا الهراوة الأمريكية كل هذا المحيط الإقليمي والدولي وأوروبي، آسيوي كل عربي غير عربي لا يتعامل معها كذا سلطة حتى لو كانت مصالحة وياها لا يتعامل معها لأنه يعرفها تهدد مصر تهدد حياته وتهدد خاصة دول الخليج لكن الهراوة الأمريكية هي اللي جابر العالم ومن يجبر السفراء ومن يجمل الدول على فتح سفراتهم في العراق والذهاب إلى بغداد ما أنت تعرفين؟ أساساً الأمم المتحدة فتحت ممثليتها وأنت جلست بيها وغيرك قبلش جلس بيها لأن الولايات المتحدة تريد ذلك ولو لم تشأ الولايات المتحدة ذلك لا تستطيعين لا أنت ولا الأمين العاماً تفتحوا مكتباً في بغداد هذا هو أقع الحالة وأنت تعرفين هذا وأن التوازن وأن السياسة هذا الكذب يكفي الناس ملت من هذا الكذب يعني هل أنت مقتنعة بذلك؟ هل أنت مقتنعة بهذا الكلام اللي تقولي؟ شهرياً تطلعين وتحرقين دم العراقيين وكذبين وظللين بهذه الطريقة ما يكفي؟ يكفي يكفي يعني يكفي ما كسبتيه من أمواله يكفي ما كسبتيه من جراء وعلاقاته يكفي إلى هنا يكفي هذا الشعب مسكين هذا الشعب هو أفضل شعوب الدنيا ما احترامي لكل شعوب الأرض لكن أنا عراقي وانحازي عراقيتي مو انحياز بدون فهم لكن انحياز بوعي هذا الشعب أول من بدأه بدأت الخليقة عنده هو من علم الناس كتابة الحرف هو من أنشأ المدون هو من علم الزراعة هو من أنشأ نظام الري هو أول من أنشأ القوانين ومسألة حامرابي شاهد على ذلك هو أول من أنشأ العجلة وكثير من القضايا وتاريخه يشهد له وهذا الشعب الأمي به والمتعلم فاهم حياته ويعرف ويعرف حدوده لكن من كثر الفوضى اللي موجودة حوله أنتم تحاولون أن تضللوه بأي طريقة أن تضغطوا على عصابه ويكفي هذا المواطن العراقي إذا ما انفجر سيأكلكم جميعا هذه النار التي تشوف في العراقيين يكفي يكفي هذا الظلم يكفي ظلم العراق والعراقيين بهذه الطريقة أنت جزء والأمم المتحدة جزء من هذا الظلم جزء كبير من هذا الظلم تتحمله مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة